السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ممكن مداخلة مع الشيخ ياسر من حضرتك عمر عبد الرحمن من العراق عمر عبد الرحمن من العراق، فضل اخي عمر السلام عليكم واتحياتنا لكم عليكم السلام ورحمة الله شيئا شيئا لما نحن عليه من توحيد وإيمان واتباع أي نبي وأخيرا والحمد لله يعرف أن القوم كانوا يريدون منا أن نوحد إلها ينتقل من مكان إلى مكان وله صورة الإنسان والعياذ بالله هذا من جانب التوحيد أما في جانب النبوة فقد صوروا لنا نبيا لا يعرف تأذير النخل أو نبيا لا غيرة له والعياذ بالله بل إن عمر اكثر منه غيرة وفي حقيقة الأمر من كل هذه الإشكالات كانت تثير التسائل وحيانا عندي إلا أنني لم أستطع الأحتوى التقصي وبعد متابعة لبرانشيك كمال أصبح عندي إصرار في معرفة الحقيقة واتخاذ القرار فبفضل الله ومنه أصبحت على ما أنتم عليه إن شاء الله وخلال هذا الشهر الكريم بدأت أتابع بنات فتك وبدأت أستمع وأتدبر فيما تقول فوجدت الثنائية المحددة للطريق الموصل إلى لب الأشياء هما شيخ كمال وشيخ ياسر الحبيب لأن كل منهما يأخذوا من نفس العين فبالأمس قبل اتتفى التيام اتصل أحد الأخوة أهلوك نعم معك معك أي فقبل اتنى التيام اتصل أحد الأخوة مع الشيخ ياسر الحبيب المكرم وقال له إن الشهادة الثالثة لا واجب ولا مستحبقة قالها الشيخ كمال فيا شيخ ياسر الحبيب يا حبيب فلو تثبت لأن الشيخ كمال لن يقول هذا القول بل أنني كنت متابع للحلقة بل كان جواب الشيخ من باب الاحتجاج لدى الخصوم ولكن الأسفة هم بالمقلوب شيخ الكريم والله أنا أعلم بما تقول به وأي خط نخترت لنفرة الدين وأنا على يقين من أنك لو أفطأت في مسألة معينة لقلت أفطأت لأنك لا تأخذك بالله لما تلائم ثم لو كان هناك خلاف بينك وبين أي من قومك فأقسم عليك بالزهراء عليه السلام ألا تظهروه للعوام فجماعتنا ثادثا كانوا متحدين ومجتمعين على باطلهم وظلمهم أما أنتم فما بينكم هو الحق والصفاء والأصل في الأشياء إلا أن تكون هناك مفتدة كبيرة توجد التصدي والفضل للجهلة والجهلة وأطحاب المشاريع المعادية لمحمد المحمدية لها الدين وأخيرا يا شيخ آسر الحبيب وأنت فعلا حبيب لأنك نصرت حبيب الله إنك قد أخطأت في حق الشيخ على ما أعتقد وعبرا لهذا القول فأنا منه ومنك ما زلت أنهل أعمى أحسه ذا مذاق واحد لأنه من عين واحدة وفي الختام السلام وسددك الله فيما تقوم به ولعنة الله على نتاج مؤسسة بن جدعان وبني أمية وبالمناسبة كنت سابقا أقول لا داعي للعن وبعد متابعتي لك اتضح أن البراءة واللعن هي مفردة برعانية والله تعالى هو خير اللاعنين فالولاء لا يكتمل إلا باللعن والبراءة فتلك سنة الأنبياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ياتر أحسنت أخ عمر عبد الرحمن هناك متصل من العراق اسمه عمر عبد الرحمن يقول أنا كنت سني ثم تابعت كمال حيدري وبعد ذلك تابعت قناة فديك عنده إشكال يقول حول الأدان فهمته خطأ أن كمال حيدري ليس بهذه الصورة اللي ما عرفاني كيف كان وشغلة ثانية عنده يقول لماذا هذا المساس بين العلماء الشيعة فيرجو أن تكون شغلات بينهم وليس على الملأ يعني هنا الأخ ينكأ الجراح إذا أسترسل بعد أتكلم يعني هواي أنا متألم منه فأتكلم كثير اللي يتحمل يتحمل ما يتحمل كيف هذا الرجل مو من المعين الصافي هذا رجل لصيق هذا رجل ما يستحي يأخذ من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام ميال إلى العرفان المنحرث تصوف اشلو أن نقبل به أساس خلافنا مع هذا في الواقع هذا أساس الخلاف علي أن يبحث الأخ الكريم يعرف شنو هو هذا الخط المتسوس في الحوزات العلمية الذي يغذيه النظام الإيراني المجرم لتلويث التشيع الطاهر الصافي بهذا الفكر المنحرث فكر الفلسفة لب الصراع بين المدرسة التفكيكية والمدرسة الفلسفية هو هذا الرجل حقد علينا بسبب أنه قبل سنوات سئلنا عنه من بعض المؤمنين على الموقع موجود كتبنا أولا في الجواب أنه إحنا متوقفين إحنا ما نعرف صراحة أنا ما كنتم تابعة جيدا ما كنت قارئ لك كثيرا ولا سامع له فما أعرف ميولة بالضبط ما هي بعدين نقلوا لي مقاطع من بعض دروسه من بعض محاضراته المقررة المطبوعة وبعض كتبه فوجدت طامات وجدت طامات وتأكد طلبت من أحد الأخوة في قوم المقدسة من الأخوة المشايخ طلبت منه كتاب له بعنوان العرفان الشيعي قلت لجي بعث لي حتى أطلع عليه اطلعت عليه رأيته مليئا بالانحرافات يقطر انحرافا يقطر انحرافا فرحنا كتبنا أنه مع هذا الذي نقلتموه لا شك في ضلاله وانحرافه هذا كان قبل سنوات اختزنها حقدا علينا وغلى في صدره كمرجل القيم فلما جاءت فرصته لكي ينقض علينا لم يوفرها لم يوفرها متى جاءت الفرصة؟ لما ثارت أمة عائشة علينا قبل سنتين ثارت أمة عائشة فشنو راح سوى؟ دخل على الخط أنا دا أحارب العدو الآن ظهري مكشوف اجى من الظهر طعنني في تلك اللحظة بطريقة نمع النذالة وخسة فيها خسة ونذالة أولا راح تقول علي طلع على القناة مالتة قناة إيراني يعني هذه القناة وقال استهزئ هؤلاء لا تسمعون لهم لا يمثلون مدرسة أهل البيت مجرد لفوا على رؤوسهم قطعة بيضاء قطعة سوداء لغة استهزائية تحقيرية وبعدين رايح مكرر شنو دا يدافع عن عرض عائشة أنه لا إحنا مو صحيح وهذا كلام لا نقبله لابد من احترام عائشة ما عنا وإحنا ذاك الوقت أصل الضجة ما كان على قضية عرض عائشة كان صادر كتابنا ذلك الوقت كلا رأينا موجود معروف على الموقع إجابة مختصرة موجودة بس أصل الاحتفال المبارك كان على ماذا أيها الإخوة عائشة في النار أقمنا ثلاث أدلة اللي الآن هو يتكلم بها الآن يكرر اللي إحنا دا نقوله من سنوات الشاب بالأمر الآن قبل سبع سنوات حاجي حوله قايلة في محاضرات كيف زيفة الإسلام موجودة على الموقع بإمكان أي شخص يشوفه قضية البارحة الدكتور أبو زارة اللي كان على الفطور يبلغني أنه دايحش عن ابن حبان وابن خزيمة أنه يتوسرون بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنا قبل سنتين هذا متكلم عنه أو ثلاث سنوات تكرار دايصير لأنهم وجدوا هذا السوق الآن اللي يباع فيه شايف شلون نفس العبارات أصلا ما يستحون على أي تحا القضية هكذا دخل على الخط وقام يسفه ويقل أدبه بطريقة غير علمية أبدا على الإطلاق وثم يرمي بال يغمز يعني أنه هؤلاء ما أدري مرتبطين مثلا بجهات يعني جهات خارجية يريدون الإساءة للتشيع هؤلاء كذا هؤلاء كذا لغة تسفيهية استحقارية قاعد يمها الفرد واحد مذيع هذا كان ما يستحي يقول أصلا هؤلاء ما يصلون إلى مستوى يقصدني يعني ما يصل إلى مستوى أن يكون أصغر طالب عنده أصغر طالب عندنا في الحوزة لازم أنا أروح الآن أتوسل ببعض أصغر طالب أشوف لي هناك في الحوزة حتى شنو حتى أقول لي معود دخيل الله خليني تلميذ عندك ويمكن أن ما يقبل يمكن أن ما يقبل شايف شلون اللي أنا ذاك الوقت اللطيف ذاك الوقت كان أكو بعض من تلامستي اللي كان يدرسون هناك هناك ذاك الوقت فقلت الآن لازم أنا أروح لذولة حتى أقول لي معودين قبلوا بي إلى هالدرجة الحاصل الحمد لله من الله أنقذهم طلعوا المهم فالشاهد هكذا هذا رجل ما يحترم نفسه في تلك اللحظة في تلك الأيام كان في الحوزة في جلسات مع بعض الأغايون مع بعض يعني المعممين وبعض العلماء والطلبة يلعنني لو أقول اسم الذي أخبرني بذلك في تلك الفترة كلكم تتعجبون ما أدري أقول له ما أقول الشيخ يقول لي ما أقول ما أقدر أمخالفه عزيز علينا شخصية كلش معروفة كلش معروفة تطل عليكم دائما دائما هو اتصل عليه شهد الله قال اليوم كنا قاعدين وسيد كمال قال أنا أتقرب إلى الله بلعن ياسر الحبيب زين وإذا يقول هو يسمع كلامي هذا الشخص شخصية كلش معروفة معروفة حتى إعلاميا الكل عرفة لا شيء رازي ترى مو من صوبنا زين حتى يعني شسمه أقول له بس كلمتي خلت وصلها أقول له اتق الله روح امسك ذاك قل له خليه ضب لسانة الآن أنتو إشكالكم كان علينا قبل سنتين شنو نولعانين سأشوف انت دا تلعن على شنو تلعن على عائشة إش سوينا لك الله أكبر بهالصفاقة تتكلم ما خلوا بينا شيء أيها الأخوة يعني أنا ملتشون منهم صراحة متألم ما خلوا بي شيء طلعوني جاه وطلعوني ملبس العمام بنفسي وعميل مو الشكل مرة عميل الماسونية مرة عميل المخابرات الأمريكية مرة عميل المخابرات البريطانية مرة عميل المخابرات الصهيونية الإسرائيلية مرة عميل للكويت طلع مرة عميل مرة عميل لهندوس ما يستحون والله ما يستحون معمم هنا قاعد في لندن ما يستحي يقول لي ما عليكم هذا ما أخذ له شيك شيك على بياض ما أخذ من واحد تاجر هندوسي قايل له قايل له انت لك ما تريد من الأموال بس فرق بين المسلمين هندوسي أعني أريد موجود أن بشوية نسدد بعض ديون فمشاكل يا أخي مشاكل ما يخترون أنفسهم يا أخي أنت لك وجهة نظار مو مشكلة امشي بوجهة نظرك ليش تستخدم الكذب مو عب ليش العن ليش العن ليش يكذب علينا ليش يسفهنا ليش يتكلم بهذا المنطق اعرض ما لديك يلا مو مشكلة خلي يبين مستواك بعدين هؤلاء الأخوة الذين يقولون أنه أنت لا تظهرون على الملأ خذاك ظهر على الملأ تكلم خذاك لازم تروح له واحد من المشايخ في تلك الفترة أيضا أيام عائشة كلمني أيضا بالتليفون قم هو قال لي أنه إحنا يعني واسطة خير فإحنا نريد صالح يلنا ما كمانا إحنا مو مشكلة بس إحنا خلافنا مبدأي ترى مو قضية شخصية خلاف مبدأي هو فقال خلص مو مشكلة اتصل عليه بعد كم يوم قال أنا رحت يما كلمت بس فتحت مع الموضوع قال كلمة اللي أنا أستحي يعني أقولها عنك أنت كلام وقح أنتو متعرفون هؤلاء المشكلة الناس من خدعين بالظاهر أمام الكاميرا شيء والله وراء الكاميرا وفي أوساطهم إذا تغوصون في أوساطهم متشوفون غير الوصاخة يشهد الله علي أنا اللي عندي ترى اللي أمامكم أقوله سألوا أي أحد مرتبط بي أو يلازمني أو عند اتصال بي نفس الكلام اللي أقوله أمام الناس على التلفزيون نفس اللي أقوله بالجلسات الخاصة نفس اللي أقوله سألوا أهلي بالبيت نفس الكلام اللي أقوله بالبيت ما عندي ذرة اختلاف لا عندي نفاق ولا مجاملة ولذلك متورط لأنه أنا مبتوح على الكل أقول كل شيء بشكل واضح وصريح ما عندي أي نوع من أنواع المجاملة والمدارات والنفاق ما أسوي هذا الشيء أما هؤلاء غير ما تعرفوهم ما تعرفون هؤلاء أخلاقهم الحقيقية شنو يوم القيامة يبين يوم القيامة سيبان لكم جميعا لا تغتروا أنه هذا شوي نصر الدين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو ظهر مضمون الحديث ولو ظهر مهدينا لخرج منه أي من أمرنا هذا من هو مقيم اليوم على عبادة الأوثان غربة تصير للشيعة تتصور القضية شنو الآن أسما أريد أشير واحد من العلماء الأفاضل موجود هو قال لي قبل أيام أنه بعث له شخص واحد وكيلة على ساتف طارح مرجعية هذا الآغة طارح لمرجعية الآن وصير أعلم العلماء بعث إلى أحد الدول الأوروبية باعث هذا الوكيل حتى يعني يجمع الناس مقلدين وإلى آخره فداعي مجموعة الأخوة كانوا موجودين واحد قام اعترض عليه قال له أنه ترى هذه المحاضرات كمال حيدر إذا تسبب قتل الشيعة فهذا رد عليه الوكيل ما الكمال يقول له لا أصلاً اللي داي سبب قتل الشيعة الفقاعات اللي في لندن الفقاعات فتصدى لهذا الرجل العالم المؤمن هذا قال له ما أسمح لك أنه أنت تتكلم هذا الكلام ليش تتكلم هذا الكلام هذا كان بعدين يقول له أنه لا أنا يعني ما كنا نقصد الإساءة لأي جهة ما كان يتوقع أنه أحد يدافع عنه ليش لأنهما شايفين إحنا شنو ملطشة شايف شلون كل واحد بكيفه يجي يضرب بكيفه يا أخي اتقوا الله اتقوا الله ما خلته بينا شيء ليش احنا نقول لهم ما قال رسول الله لقريش قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقريش قال خلوني بيني وبين العرب خلوا بيني وبين العرب مضمون الحديث إن أنا هزمتهم كان ذلك نفعل لكم وإن لم أهزمهم هزموني فقد كفيتم أمري خلص تركوني لا لي ولا علي أنا ما طلعت منهم شيء أنا قلت اتركوني لا تكونوا معي ولا علي لا تظلموني ليه النهار حسن نصر الله يطلع يقول عني عميل يطلعونهم زعاطيط يحركوهم هنا أو هناك أيضا يروحون يسوي اللي يسوي الاعتصام اللي يروح يكتب بالانترنت ما أدري كذا اللي يروح يسوي كذا إلى متى هذا هذا الأسو بعدين يقولون عنه أنتوا اللي سكتوا زين مو ليش ما تقومون بهذا الدور هذا الأخ المتصل ليش ما هو يروح يتصرف كمان يقول لي ضب لسانك ما يطلو مجال ما يطلو مجال ما يطلو مجال بعد إحنا شنو وظيفتنا بعدين إحنا لما نرد على كلام يعني الأخ يقول أنه اتصل شخص عليكم ونقل شيء خاطئ عنه العهدى على الناقب العهدى مو علينا على فرض أنه خاطئ وأنا أدري مو خاطئ أنا أعرف رأي هؤلاء أنا أخبر برأي هؤلاء وأعرفهم زين من كل أحد آخر ترى للعلم مهما دلسوا هو كذاب يكذب قضية تطاولة على المراجع بمن فيهم السيد السستاني ثابتة ثابتة مئة بالمئة يكذب ما يستحي يقول مفبرك علي الرجال موجود هنانا في لندن إيهاب الفضل هو شاب جامعي راح قابله وترى ما كان هذا الشاب على ويآمن معنا بعد الصدمة اللي حصلها اجفت أيام عندنا كان أيام الليلة المحمدية قعد هناك وكلمنا قال القضية كيت وكيت وكيت بهالتفصي يقول والله كلمة واحدة ما مفبرك علي كلها مسجل وأصلاً أي واحد يقدر يسمع يعرف يعرف أنه الكلام مفبرك ما صار بي قطع لصق إلى آخره كل كلام متصل واضح مسترسل أحسنتم كلام واضح شايف بعدين أول مرة شاف أكو ضجة ما كان يتوقع راح ينطلع بيان ما يستحي يقول أنه هذا من صنيعة الوهابية الذين الخط الأموي راحوا كذبوا عليه بعدين تبين لا وضجت الحوزة وعرفه ووالله كلهم يعرفون كل من في الحوزة الآن يعرفون هم في قوم هم بالنجف سألوهم بس المشكلة هذه إحنا عندنا نفاق كلهم يعرفون كمال قايل هذا الكلام ومسفه السيد السستاني ومسفه غيره من المراجع على أساس طارح مرجعيته أنا مرجعية شاملة وعامة في كل الأبعاد وهذولا ما عندهم شيء أنا اللي عندي كاريزمة أنا اللي عندي كذا فتشكل معتد بنفسه شنو هذا أنت إلى الآن استعال وجهك أنت إلى الآن الأطفال ملوط المدارس يعلموك أن الكلاب تعوي أنت ما تعرف الكلاب تعوي تقول الكلاب بس تنبح فضحتنا أمام العالم الفرق بين الماتن وصاحب الهامش خلط بينهما أنت شنو دا تسوي اعرف حجمك إحنا ما عندنا ترى مشكلة شخصية أبدا إحنا قضيتنا مبدئية الرجل عليه أن لا يؤصل للانحراف لا يدعو لخط الفلسفة والعرفان لا يدعو لإحترام عائشة أنا هذا ماسكت عنه شوفوا هو لعني وسفهني أنا ما تعرض ما دبت حيلي عليه لو أريد أدب حيلي عليه أطلع كل خياسة ترى بعض جماعته بعض أهله كان يحضرون هنا مجلسي وأقدر أبين كيف سرق منهم أموالا ما نريد نتكلم بتفاصيل عرفتوا شلون مو أسلوبنا ولكن أن يؤصل أمام الناس أن عائشة علينا أن نحفظها ونحترمها والبقية حشائش ما أسكت له ما أسكت له عائشة ما تبقى محترمة في هذه الأمة إلا على رقب تهاي أبداً ما أقبل إحنا ماشيين في ثورة عقائدية ضد رموز الباطل رموز أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلى رأس هؤلاء عائشة لازم تسقط لنحفظ الإسلام هذا هو المطلوب فما أسمح له باسم مدرسة أهل البيت يريد أن يؤول كلام أمير المؤمنين إن صح أصلاً أنه هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يؤصل أنه عائشة لازم نحفظها وإلها حرمة يعني إكرام نكرمها ونحترمها ما أسمح له ما يمر هذا الكلام مرور الكرام أبداً هذه قضيتنا قضية مبدئية عند استعداد يناطح علمياً أهلاً وسهلاً أما أسلوب اضرب وهرب هذا ما ينفع ما ينفع هذا اضرب وهرب يضرب يفتري يبهد وبعدين يقوم يشرد ماكو فائدة تعال اتناظر بالفعل علمياً عندك قدرة علمية أرد على كتاب الفاحشة هنا يبين هنا يبين شكراً شيخنا اتصال أخير من سيد محمد من العراق طبعاً مداخلة أيضاً بخصوص كمال حيدري ولكن يطلب منكم الدعاء شيخنا قضى الله حوائجه ان شاء الله عزائل المشاهدين أفواني الحضور تقبل الله منكم الصيام والقيام شكراً شيخنا الفاضل شكراً عزائل المشاهدين حضور و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم